شعر باللون البني و الماغون طبيعيا اليوم جبت لك الحل سوف ترجع لك بعد الشعر ترطبهم سب سب و طويل خطيرة في المقادر طبيعيين و اعشاب خيالي البناس بخصوص تقوية الشعر ترطيب الشعر و تطويل الشعر كذلك و علاج التساقط نهائيا و علاج مشكلة الصلع او الفراغات و حتى كذلك ولداتنا الصغر يعانوا من هذا المشكل هذا فهذه الوصفة هذه البناس خطيرة يمكن تسبغ بنفس الوقت باللون البني و الماغون بزاف البناس طلبوا مني هذا الوين هذا طبيعيا يعني قالوا يا بليز اعطينا شي وصفة زوينة تكون متجربة تكل خاصة و تكون فعلا امينة و تكون فيها مصداقية و فعالة 100% فقلت عليش لا ما بقتاجيش معهم هذا الوصفة اللي ترتب وتعالج هذه المشاكيل كاملة مكونات اقتصادية و سهلة تستحضروا لكن قبل غزالتي انا نقول لكم حاجة واحدة ما تنسواش ليه هي اللي لايك ديالكم فأي واحدة كتبغي لفيديو دياليه كتبيني نزيد نقدم الجديد و نزيد نقدم لها دي فيديو في المستوى فأي واحدة كتشوف يدابا نبغين نقول ليها ما تنسانيش بلي لايك ديالها فهبطول تحت البنات و تفجروا هاد الفيديو باللايكات اشتركوا في القناة بالنسبة للناس لي ما زالين ما مشتركين شنو كتسنو اشتركوا في القناة فعلوا زال الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وبالنسبة لهاد الوصفة هادي صالحة حتى المراهقات البنات اللي باقي ما بدوا السباغات الكيموية بعدوا عليهم نصيحة أخوية يعني بزاف الناس قلوا لي باش تنسحينها بالسباغات الكيموية لا تملات مالا، بعدي على السباغات الكيموية لانا غات تهلك لك الضغبة ديالك وهاد الشي را غتلقوا من خلال التعاليق لبنات بزاف قتليون حكي ولينا عن تجربتكم بخصوص السباغات الكيموية وكل شي قالوا لي سباغات الكيموية فعلا كانوا خسر الضغبة كانت تقطع لك الشعير ديالك كانت تصبغ سيمانة و رجع لك شي بكيمة خطيرة 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 للشعر زائد ممكن تعطيك الضرار في المستقبل وأمراض لقدر الله يعني لا تحمدوا عقبها كما سنقولوا فبعدي على الأشياء الكيموية كل البعد وعوضيها بالأشياء الطبيعية ودائما القناة ديلي هي قناتي إلى مشانيل تهتم بالمرأة والجمال ديليلها يعني كان قدموا وصفات في المستوى وصفات زوينين وصفات سهلين في تحضير ديليلهم لضغية صوبهم بمقادير متوفرة في كل بيت وفي كل منزل فغير لي ما بغتش تجرب ودكش ديليل دراوش يعني ديليل بناشي شعب يالمساكين ديال الرخا والرباخة يعني الحمد لله وصفات أي وحدة ديرهم في مكان تبقى يعني في البادية وللنس العروبية تحييليها من هذا المنبر هذا ولا من هذا الفيديو هذا حتى وما يكيسولوني على يعني بغوشي هذي كده يعني شي وصفات طبيعي يكونوا رخاصين بغين يديروهم وكذلك لسباغة الشعر والناس اللي كيسولوني كيسولوني على اللون البنيل لو الأشقار ولو الأسود ولو الأجوري أو للأحمر هذي الألوان هذو بزاف عليهم الطلب أنا ان شاء الله غدا بالتدريج كل مرة كندير فيديو ومعين على حسب الطالب اللي كنشوف طالب كتير أكن دير الفيديو يعني على حسب الطالبيات ديالكم فالمهم لبنات حد لاغوستي هذي اقتصادية وسهلة دقبت لها منذ أول استخدام وزايدة انها كترت طبليك الزغبة يعني الزغبة ديالك كترجحها لك مسبسبة حرير فغالي ما بغاتش يلا حيدو علي العقز ونضيو جربو لي هذي الوصفة هذي فدبا نمرو يعني المكونات ولكن قبل نقول بعد الناسي ما زالين ما مشتركينش فلاشين شنو كاتسنا وغزالاتي هاي وحدة ك تشاهد القناة ديالي الان فاتهبت لتحت وتشترك في القناة مع تفعلك تزيل جرس لك كي تتوصلي بكل ما هو جديد خليلي تعليقات ديالك خليلي الاقتراحات ديالك خليلي استفسارات ديالك خليلي شنو بغا تشوفي الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجية شنو الموضع اللي تبغيني نتكلم فيها اي موضوع واي سيوجي حبيتي نتكلم فيه ولا نهضر لك عليه مع لي إلا تنفيذ الطالب ديالك نجيك بأي حاجة حبيتي ممتين انتي أمري وأنا نفد إن شاء الله وعلى بالنسبة لمكونات لبنات ستحتاجوا معي الى القهوة سريعة الدوبان او للقهوة حبيبات هنا لبنات اخديت نيس كافي انتي ممكن تاخدي نيس كافي ممكن تاخدي سامر رأسطة اي ماركة عندك خوضيها لحسب نتوفر عندك في البيت او في المنزل ديالك ستحتاج معي ثاني مكونات سابو البلدي سابو البلدي لبنات خطير خطير في سباة ستشعر باللون البني كي تبت ويعزز اللون زائد انه يعطيك دك اللون اللامع باللون البني وفي نفس الوقت كل ما يدفع شعر في مبالغ هو في مثابة كيراتين طبيعي كما كان عرفو على الوصفات اللي كيرتب الشعر واللي كيكونوا عبارة عن كيراتين طبيعي يعني إ كيت الطلبه في سالونة واحد مبالغ ها الى باش ترتبي الزغبة ديالك خصوصاً عليه عندك شعرك شويم كردد ووحرش فأكيد خصيك ألف درهم الى ما فوق على حسب الطول الكتافة ديال الشعر الى عندك شعرك خسر يعني ممكن تكون قل من 1000 درهم ولكن احنا في كل تالي حالتين ما غنخسروا لا درهم لا الجوج لا 1000 درهم لا 1000 درهم ما غنخسروا حتى شي ريال بالعكس لعدنا هده المبالي غادوا غدين خزنو من دوير زمان حتاجوا مش حاجة اساسية ومهمة لنا ونعالجوا المشكل ديالشي بغرب الوصفات الطبيعية المهمة تشيلي كيما قلنا السابو البلدي عندنا القهوة سريعة الدوبان هاد السابو البلدي رها عادي يعني ما فيه لانكها لا تشي حاجة يعني ما فيه لعك الفاسي لا نيلة زرق الاواله عادي تحتاج معاي كذلك وحد البيضة او لممكن تخضي غصفر البيضة انا هنا حين انت عندي البيض الحجم دياله صغير هذا كنخلي الوصفة الطبيعية فبالتالي غنضير بيضة كاملة الى عندك بيض بحجم كبير دير غير صفر بيضة غادي نحتاج كذلك الحب السوداء وحد المعالقة اللي كيقضي على الشي بقضاء تام حتى الزغبة نهائيا ما كيبقاش فيها الشعر باللون الابيض نهائيا كذلك كمية من القرنفل المطحون اللي كيداوي الزغبة كيرتطبها ويملسها ويعالج لك تساقط وكتف لك الشعر ويعالج الفراغات او مشكل الصلاع غا نحتاج منه كمية يعني يقلنا ديال القرنفل وكذلك غادي نحتاجوا كمية ديال الكركم ولا الخرقوم البلدي اللي كيزيد يتبط لي نذاك اللوين باللون البوني يعني هنا عندي كمية تاعل الكركم اللي كنكون طحناه عند العثار ولا عند العشاب يعني كان جيب كمية تاعل الكركم وكيطحنها لي اطرية كيطحنها لي في اللي عثار عنده باش هكذا نحصل على كركم تري وطازج مايكونش الهمودة هو مطحون جيبوه ندير في الوصفة الطبيعية يقدر مايعطنيش الفعالية اللي بغيت ويقدر مايحصلش على النتيجة اللي بغيت كذلك في الماكلة ما كيجيش لذيد ما كيجيش بنين نضيف بيضة كاملة نضيف بيضة كاملة نضيف كمية من القرنفل نضيف بيضة كاملة 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 ونضيف كمية القرومفل اللي كيكون متحونة لحقه وطريقه يعني هنا هنضيع واحدة معلقة اضعوا الوين ديال وصفة باللون البوني كيحمق لاندابة غدي نضيف الصابو البلدي كما قلنا اخر حاجة هي الصابو البلدي اللي هوا ديال حانوت يعني الصابو البلدي العادي مش هادا كل فيه النكهات هادا كل فيه النكهات مايصلحش نهائي انفاذ الوصفة هادي يعني احنا بغي نصابو البلدي عادي هنا يعني أنا غدي نضيف مقدار ملعقة كمية اللي بغيتو لكن انا غنكسافي غرب مينعقة واحدة فقط وكتخلطي المكونات هادو مزيان عندك سابو البلدي كتخلط مزيان مزيان معه انتو مينفو اضيفو غادي تحسو بالوصفة اعقادت يعني ما بقاتش جارية كيملوه شوفو هادو الصفة دي ما فيه لك هكا ولا تشي حاجة كتتخدم غرب هادو المقادير هادو وخاطيرة يا البنات في سبا غات الشعر باللولبوني وفي القضاء على الشيب نهائيا رغم المكونات يبلبرهان وفي تمليس وترطيب الشعر وإعطاء لمعان قوي يعني واحد اللمعة كتحصل عليها في الزغبة خاطيرة شوفو هادو غلقهم دي نصفة انتو مم انتو مم انتو مم انتو مم انتو مم قوام المصفادرة سترحموني على سباغة الشعر باللون كما قلنا البني الطبيعي ممكن يدروا احتى المراهقات وخيكون عمرك صغير غير ديرها لانها طبيعية لا ديكاباج لا تشي حاجة يعني ما فيهاش اي مكويلة يقدر يسبب لك دارة بالعكس كلها قوامها عاقد وخاطرة وكتحمق يا البنات والله القسم اللي يجربوها واقتصادية يعني غير جوج درهم من كل العشبة يعني جوج درهم ديال كوركم مع جوج درهم ديال القرونفل جوج درهم ديال حباس وضم طحونين آآ بيضاء بدرهم مع معلقة ديال السابول البلدي ومع علقة ديال القهوة ديال القهوة ديال درهم يعني هاد الوسفر ما تطقى مش الكحتى بعشرة درهم واقتصاد ديو شفوا ما شاء الله الكيميا اللي اعتطني عنا كيميا كتيرا سكفين الشعر و كان شعر طويل يجب ان يكون بيضات لدينا البيضة كان حجمها غير صغير ولكن القوام الوصفة خاطر و تحمق و رحتها و تتبقىها على الضغبة ثم تنتظر المدة تقريبا ساعة إذا لديك شعر باللون الأسود ساعة إلى ما فوق لكي يخرج لك منذ أول استخدام هبطولك اللي غاسين وكنت يصابغى الشعر باللون البوني ممكن تخليها ساعة إلى أقل من ساعة يعني الساعة 45 دقيقة 35 دقيقة يعني الاختيار كيف يقراجع لك أما الناس اللي عندهم شعرهم باللون الأسود فأخليوها الساعة إلى ما فوق ممكن يباتوا بها وكيجي اللوين ديالها باللون البوني بدون كاكاو وخاترة وعاقدة غير من القوام ديالها غيباليكم شنوكين يعني هذا وصفة أقل أقل ما أقول عليها أنها سحرية المفعول فجربوها البنات على ضمانتي وكسبوا ليفتح على كيف يفجتكم ممكن يديروا حتى المراهقات فيصل حال البنات يعني سواء كانوا فلاج صغير ولا فلاج كبير يعني قوية وكتسبغ منذ أول استخدام وكتقضي على الشيب كذلك فوصلنا نهاية الفيديو ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم كتروا من اللي لايك كتروا منهم بزاف واشتركوا في القناة وفعلوا زي الجرس وانطلقا معكم في فيديوهات ماجين ومزيد من الهميزات ومزيد من مواصفات طبيعية كذلك ترجمة نانسي قنقر